بسم الله الرحمن الرحيم والأفلح المؤمنون الذين هم في صلاة يخاشرون والذين هم عنهم الموردون والذين هم للذكاة فاعدون والذين هم لفروجه الحاسبون إلا على أزيادهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير ولمين فمن التغاراء ذلك فوداء كيوم العادون والذين هم أماناتهم واحدهم رعون والذين هم على سلواتهم يحافظون سمائته الوارثون الذين يرثون الفردات فيها خالدون ولكن خلقنا الإنسان من كل التي يوقين ثم جعلناه رطفة في قرار نسيين ثم خلقنا الرطفة على قتر فخلقنا العلقة من قتر ثم انشأناه خلقا آخر فتدارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تباسون ولقد خلقنا خلقكم سباة رائق ثم قمنا عليك القضافيين فأنزلنا من السماء ماء بقدرين فأسكنناه في الأرض وإن ما على ذهب به لقدرون أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواتي كفيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور فإنها أتنبت بالدوني صبغ للآكين وإن لكم في الأنعجر إبرا نسكيكم مما في بطنيا ولكم فيها منافي كفيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولكن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتسقون فقال لما لو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ونو شاء الله لأنزل ملائكة ما ثمينا بهذا في أبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فسلق فيها فإذا جاء أمرنا فارت النور فسلق فيها من كل ذجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبهم في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا سألت أنت ومن معك عن فلك فأقول الحمد لله الذي نجعنا من قوم الظالمين فقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمتلهين ثم أنشأنا من بعده قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال لما لو من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أسرطناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكم إذا نتوا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيها تايها تلما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمغوفين إنه إلا رجل افترى عن الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح النناديين فأخذته الصيحة بالحق فجعلناه الغفاء فبودا للقوم الظالمين ثم أنشانا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة الأدلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول أكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا واجعلناهم أحاديث فبودا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وفاوهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومنيفا استكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المملكين فلقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحتدون فجعلنا ابن مريم وأمه آياته وآويناهما إلى روة من ذات قرعي ومعين يا أيها رسل قلوبنا الطيبات عملوا صالحا بني بما تعمدون عنهم فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم ضرورا ومحزين بما لديهم فرحون فذروا في غمرة حتى حين فيحفظون أن ما نمتهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك السارعون في الخيرات لهم لها سادقون ولا نكلف نفسا إلا ودعها فلنا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أصدنا مطرفهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأرون يوم إنكم منا لا تنصرون فإذا كانت آيات تتلى عليكم فقلتم على عقادكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهترون أفلم يتدبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكرهم للحق تارهون ولو يتضعون أقوى أهواءهم من فضلت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مولدون أم تسألون خرجهم فقرجوا ربك خير هو خير الرازقين وإنك لتلعون إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ينظر للجل في ضغيانهم يامفون ولقد أخذناهم من العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرؤون حتى إذا فتحنا عليهم بابا وعذابا شديد إذا هل فيه مملكون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبطار والأكلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويحيي ولو استلاف الليل والنهار أفلا تعكدون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعينا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكون تقول لشيء وهو يجيغ ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تتعون بل أتناهون بالحق وإنهم نكاذبون ما اتخذ الله منه ولد وما كان معه من إله إذن لذهب قل إليه بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يطلقون عالم الغيب والشارة فتعالى عما يشرفون قل رب ما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن مريك ما نعيدهم لقادرون إرفع بالتي هي أحسن السيئة نحن عالوا بما يطفون وقل رب أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعلي عمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بردخ إلى يوم يبعثون فإذا نتخذ بالصور فلا أنسى ببينهم يومئذ ولا يتساءدون فمن فقلت مازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مازينه فأولئك الذين خفروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفعوا وجههم النار وهم فيها كالحون ألم تقل آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوة كنا قوما ضادين ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الظاحمين فاتخذتمهم سخليا حتى أنسوا قم ذكري وكنتم منهم تبحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائمون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله لا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر